أستأذنكم إن إحنا ننقل بقى لنادي الأهلي شوية ونشوف التعاقدات بتاع طريقنا عندنا تجديد العاقود بتاعة حسين الشحيات وياسر إبراهيم وربيع عايزين نعرف أخبارها إيه هاني طيب حسين الشحيات وياسر إبراهيم خلاص الاتنين يعتبروا شب رسمي جدده خلاص عارق عارف إن الموضوع في الأهلي بيبقى منظم استحالة لها مسؤول أو أي حد يقعد مع اللعيبة في الوقت الحالي أنت عندك نهاية أفريقيا بعد أيام قليلة بتأمنى طبعاً توفيق للنادي الأهلي والفوز على الوداد طبعاً منفعش مسؤول يتكلم في التجديد اللي بيحصل بيحصل على جلسات حسين الشحيات لما قعد معهم قال لهم أنا ضحيت بفلوس كتير جداً عشان خطر النادي الأهلي قبل ما جاء النادي الأهلي وحققت حلم حقاتي في النادي الأهلي فأنا من كل اللي محتاجه أتقدر مالياً بالرقم اللي لي بي وسببه ممشي ياسر إبراهيم قال لهم أنا معاكم أنا معاكم في اللي أنتو عايزينه طبعاً برضو يعني معاكم اللي أنتو عايزينه دي في النادي الأهلي بتاخد حقك فاللعيبة واسقة في المسؤولين داخل النادي الأهلي بقول لحضرتك حسين الشحيات ياسر إبراهيم يتبقى الإعلان رسمياً فقط كل منهما جدد ثلاث سنوات زم بنقول ده خبر مهم ربيع عنده عرض من النادي الأهلي هو عنده تحفز على فكرة نسبة المشاركة ومدة التعاقد هو عايز ثلاث سنين الأهلي شاف سنتين في خلاف في نقطة تفصيلية في العقل فبرضو الملف كله تم إرجاؤه لحد حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا وبعد كده هيبتدي يكون فيه جلسة تانية لكن كولر محتاج ربيع ربيع عايز يقعد في النادي الأهلي زي ما أقول لحرك هو الخلاف على مدة التعاقد واعتقد بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا مش يبقى فيه خلاف كبير خصصاً كمان أن ربيع ما عندهش عروض كتير من بر العروض اللي جاء له من مصر تقريباً زي عروض النادي الأهلي ومحدش هيكرر تجربة تانية يعني تجربة النادي الأهلي من خارج مصر أو من داخل؟ لا فيه عروض من داخل مصر هو عايز عرض من خارج مصر هو محدش يعني بعد تجربة رمضان صبحي وحمد فتحي وشريف إكرامي محدش هيكرر تجربة أن الأهلي يقولك أنا محتاجك فأنت تسيبني عشان تروح لي بقى لمقابل مادة المدة أطول دي خلاص انتهت بعد ما اللعبة كلها تعلمت الدرس من رمضان صبحي وحمد فتحي وشريف إكرامي تحديداً يعني فتحي ورمضان نفسهم يرجعوا النادي الأهلي الفترة الجاية حاولوا مع مسؤولين كتير خصواناً أحمد فتحي تتكلم في فكرة أن أنا ومفيد كابتن أحمد يعني ما كانتش رايح بمشكلة لا بالعكس كان رايح للمقابل المدى رمضان صبحي للمقابل المدى ما كانتش رايح بمشكلة مع ندارة نادي الأهلي اللعبة تعلمت الدرس إن أنا الأهلي هيعرض علي فأنا حتى لو جاي لي فلوس أكتر من داخل مصر أنا هرفض أنا في مصر النادي الأهلي حتى لو الرقم أقل لهم هتعلموا بالتجربة دي خارج مصر بقى ورامي ربيعة ووكيله بيدور دلوقتي على عرض لو جاي عرض مناسب هيجدده ويطلع أعرض ده الاتفاق